بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر في عبور القناة ملحمة على أرض الفيروز ملحمة سطرها التاريخ بأحرف من نور ملحمة لقلت العالم كله درسا وليس فقط إسرائيل بأن الجندية المصرية لا تهزم أبدا بأن إرادة شعب وقوة جيش لا يمكن أن تنكسر مهما كانت التحالف الدولي ومهما كان العدوان 6 أكتوبر يوم في تاريخ مصر لا يمكن أن ينساه أبدا كل من يسعى لتوسيق التاريخ كل من يقرأ التاريخ جيدا كل من يعرف الجغرافيا جيدا يعرف أن 6 أكتوبر هو يوم العزة والانتصار والكرامة 6 أكتوبر هو اليوم الذي تدرسه كل استراتيجيات الجيوش في العالم ليس فقط في مصر كيف نجح المصريون في عبور المانع الترابي الذي يزيد عمقه عن 40 مترا عن سطح الأرض ارتفاعه 40 متر عن سطح الأرض الذي بناه برليف وهو يعتقد أنه نجح في فصل سيناء الحبيبة عن موطنها الأصلي مصر وهم لا يعلمون أن أرض الفيروز هي جزء من دمائنا جزء من تراثنا جزء من حياتنا جزء من عرضنا وشرفنا أرض الفيروز سيناء التي شهدت أنبل المعارك على أرضها شهدت دماء تتدفق وسط رمالها فأصبحت أرض الفيروز هي جنة الله في أرضه أرض الفيروز سيناء التي دافعنا عنها بكل ما نملك من جهد كانوا في مرحلة عمر الظهور وقتها لأنها تستحق أرض الفيروز التي كتب الله لها ملحمة كبيرة جدا في كتابه السماوي وفي كتبه السماوية شهدت ملتقى الأديان على أرضها ففي على أرضها كلم الله نبيه موسى أرض الفيروز زارها العائلة المقدسة سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم العزراء أرض زيناء لها خصوصية دينية وخصوصية جمالية وخصوصية اقتصادية على كل المصريين في قلوب كل المصريين كل من يعرف معنى سيناء فهو لابد أن يقدم التحية والتقدير والاحترام لكل جندي دافع عن أرض الفيروز السيدات والسادة هذه الحلقة وضعناها خصيصا لحضراتكم باسم العبور العبور من القتال ومن النصر إلى التنمية وكأن القدر قد اختار أرض سيناء لتكون دائما ساحة للمعارك فقد نجح الاحتلال الإسرائيلي في غزوها عام سبعة وستين لكن قوتنا الباسلة استردتها عام تلاتة وسبعين ثم حاول الإرهابيون بعدها وعلى مدى قرابة عشر سنوات أو يزيد أن يجمدوا أرض سيناء ويجعلوها مكانا لجرائمهم حاولوا إراقة الدماء على أرضها حاولوا قتل أبرياء فيها اختالوا ظهرت شباب قوتنا لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى تحررت وأصبحت الآن آمنة وتشهد أروع مراحل التنمية حاليا سيناء لم تكن منعزلة ولم تكن منفصلة عن أرض مصر سيناء حاليا ربطت بينها وبين مصر ستة أنفاق جدد للعبور إلى سيناء سيناء تستعد اليوم لتكون يمكن قصة العريش ومدن مدن شمال سيناء التي ظلت محتلة ومجمدة ومجمدة قرابة عشر سنوات من الإرهابيين هي الآن التي تشهد التنمية أراضي يتم استصلاحها مباني قرى حديثة جدا تم تطويرها ودخلت حيز الخدمة كل ده هنشوفه مع بعض شجر الزيتون يعني الآن يزين سيناء كما كانت شجر المشمش والزيتون والنقيل وغيرها من الأشجار أنا عايز أقول لحضراتكم بشكل شخصي أنا رحت العريش وشفت الزرع هناك شفت قد إيه طعم الصمار اللي طالع من الأرض أرض طيبة أرض كريمة أرض ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها سر لا يعلمه أحد إنها فعلا أرض الفيروس هنشوف مع بعض النهار ده في حلقتنا ملحمة وخلايا من العمل قوات تواصل الليل والنهار مش قوات جيش بس لا حتى المصريين اللي بيشتغلوا العمال اللي بيشتغلوا على أرض الفيروس هم مقاتلون لأنهم استطاعوا أن يقتحموا الصحراء دخلوا الصحراء بدأوا يزرعوا فيها بدأوا يعمروها بدأوا يعملوا حاجات يعني هي دي الجندية المصرية الكامنة في أعماق كل مصري مش بس الجندي اللي بيحمل سلاحه على في ساحة القتال لا ده جندي مقاتل يزرع جندي مقاتل بيعمر جندي مقاتل بيستثمر هي دي عقلية المصري حين يريد المصريون حين يريدوا يصنعوا المعجزات هنشوف مع بعض يعني النهاردة حلقة إن شاء الله أعتقد أنها تكون مميزة هنتكلم فيها على التنمية على أرض الفيروس وهنشوف هنصديف واحد من رجال القوات المسلحة اللي هم تركوا خدمة في القوات المسلحة ولكنهم يحاربوا في مكان آخر يحاربوا فوق الأراضي المصرية الصحراوية عشان يحولوها إلى جنة قدراء هم أيضا نصور الصحراء هنشوف ناخد فاصل قصير وهنرجع نلتقي مع العقيد العميد دكتور محمد محمد عبدالتواب خليكم معنا فاصل قصير وهنرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عاوز أكل بيتي خضر ومشويات معك أسرتك وخيف تدفع كتير تعالى عندنا وسط البلد هتاكل كل حاجة وبأسعار زمان عندك وزومة كبيرة ومحتاج حاجة تشرفك وسط البلد عاوز تعمل حفلة تايد ميلاد أو صبوع المولود مكانك موجود قاعات خاصة مكيفة الهواء وسط البلد رجل أعمال وعاوز قعدة هادية تخلص مصالحك إوها تتردد وسط البلد مطعم وسط البلد القاهرة 17 شارع الألفي بجوار سلمديانا تواصل معنا على الأرقام التالية 0-2 259 229 973 أو 0-10 1-331 8-586 اشتركوا في القناة أجدد التهية لحضراتكم واسمحوا لي أن أرحب بضيفي العميد دكتور محمد محمد عبد التواب أحد الذين تركوا العمل في صفوف القوات المسلحة ثم قطعوا شوطا طويلا في تعمير الصحراء وأصبح الآن من خبراء زراعة الزيتون في مصر أهلا بك سيادة العميد الله يكرمك سيادة العميد وإحنا نهاردة بنتكلم على الاحتفال بكرنابال مرور 50 عاما على أكتوبر المجيدة وحضرتك أحد رجال القوات المسلحة ماذا يمثل هذا الاحتفال بالنسبة لحضرتك الأول كرجل قوات المسلحة لكن كل فخر طبعا قبل لي حاجة فخر الأبور اللي ترافعت فيه كرامتنا وانتصرنا فيه وفكرنا دلوقتي لازم نعمل الأبور تاني في الأبور الاقتصادي نعم نفس الأبور اللي عملنا قبل كده نفس اللي لازم نعمل تاني الأبور دلوقتي بقى في الحل اللي احنا فيه الحمد لله انتصرنا على الإرهاب في فترة فترات بعد حرب اكتوبر دلوقتي فيه عايزين ننتصر على ب SpaceX بيدربونا في اقتصادنا عندنا تنمية اقتصادية في كذا مجال أساسها عندنا الزراع ودي الأساس في التنمية التنمية الزراعية حضرك سيناء لماذا سيناء تحديدا عرض الإرهابيين وأنهم حاولوا أنهم يعملوا منها منطقة قلاقل ومنطقة ليه سيناء بالذات أولا هي سيناء في حد ذاتها أهميتها في كل المجال سواء الاقتصادي سواء الاجتماع لكن ليه دايما اللي ربي فيها لأنه في حدودنا الزراعي معروف إيه السبب الجاية من هنا كان هي عشان قربها من من أخواننا البعد فهما بيحاولوا أنهم ليه اللي ربي جينا دايما من هنا ما هو دي المنطقة الحمد لله أن حاليا أصبحت أمنة بفضل جهود الدولة وكده لكني دي المنطقة دايما بيافاق قلاقل ومن تبقاش أمنة تعتقد أننا نستطيع أن نقول أننا يعني الحمد لله أصبحنا صفر إرهاب في سيناء إن شاء الله يعني حاليا نقدر نقول كده أنا كنت في سيناء رجع من سيناء نبارح من العريش نعم وكنا هناك في مهرجان الأول للزيتون اتعامل في العريش وكان بحضور حتى ممثل المجلس الدولي للزيتون الدكتورة عبدالطيف وكان معنا رئيس المجلس المصري ونغبة كتير من الرجال أعمال مستثمر في مجال الزيتون وشوفنا الدنيا هناك أمان الدنيا ممتاز تقولوا الخروج بعدش برضو تجد لأنا سمعته في القبل كده والناس أنا خرجنا مفيش أي الحمد لله دخول الخروج كان بالنسبة لنا سهل جدا آه يعني عملية كانت سالسة آه فيه أكماء أو يعني تأكيد تأكيد أبنية في كل حتة بس ما كانش فيها ما كانش فيها أي عقل ولما روحنا هناك كانت تنمية شغالة وكان يكفي أن المحافظ كان معنا في يوم الخميس وكنا منعمل تلتشين الأول ألف شجر الزتون اللي هي مشروع للستراتيجية بتاع سيد الرئيس مئة مليون شجر الزتون نعم والحمد لله يمكن ده كان متوليين وفي مجلس الزتون مصري مع وزارة الزراعة مع وزارة الدفاع نعم وصلنا للوقت لستين مليون شجر الزتون وطبق ستين مليون دي في سينة ولا على مستوى جمهورية على مستوى جمهورية على مستوى جمهورية لكن فيهم بدرة بدأت منهم من اتحاد القبائل السينوية نعم وطلبوا ان احنا نعمل مئة وواحد مليون شجر الزتون مئة وواحد مليون شجر تخليدا للكتيبة مئة واحد الكتيبة مئة واحد فهم من نفسهم يعني تخليدا واحساسهم بالعفان وبالكتيبة واللي قدمته لسينة والشهداء اللي ماتوا فهم طلبوا ان نعملوا مئة وواحد مليون شجر الزتون يعني هو رقم مئة واحد تحديدا مرتبط بالكتيبة له دلالة تخليدية ايوان او يوسقوا انجاز الكتيبة مئة واحد تمام ويبقى على مدار يعني الليل مشروع مئة واحد فكل واحد هيتحكي مئة واحد دي عشان يكتبه حتى اللي ما عصيرش ولو الموضوع لقد راهي الناس تبدأ الموضوع دي هاخو سنين عشان مقابل ما يتم فبالتالي هيتنوا موجود في زهن الناس مئة واحد طيق وجود عدد من الانفاق يعني اعتقد سهل الامور شوية لبري الشرقي يعني وهي سهل مش العبور مش افراد بس نعم العبور بقى المنتج والحركة والنقل يعني كل حاج يعني كنت حاج شوف في السطول اللي لو كنت هتروح مثلا وإحنا مولين السطول من العربيات النقل الداخل وخارج باسم الله ما شاء الله يعني التدمية شغال يعني يستطيع المستثمر أو اللي هو الشخص اللي بيزرع على أرض سيناء أنه هو يخرج بالمنتجات منها بسهولة مفيش يعني بقى فيه تيسير شوية طبعا حاجة فترة اللي كان فيها القلق وفترة العشر سلوات اللي هي اللي قد نقول كنا فقدين الزاكرة بس أنا أقول هكا حاجة احنا من دمن الزيارة اللي كنا فيها كان تقي فيه زيارة لمزرعة نموزجية لزاتوب نعم وكان فيها رئيس المجلس المصري معنا ورئيس المجلس الأعلامي أقول الحركة أن كانت فيها جنب جبل الحلال جنب جبل الحلال آه آه ودي كنت منطقة ملتهبة دايما المزرعة قريبة من هناك والطريق كله كان بسم الله ما شاء الله يعني كانش فيه أي مشاكل نعم والمزرعة يمكن حاول يعني ما صادفش كنت قد تقال الحركة صورها يعني نعم المزرعة اللي في جبل الحلال أو القريبة من جبل الحلال وكانت دينيها تمام وما فيش فيها نعم منتجها المزرعة وقابنا وكان في ديوفة ودي مزرعة الزاتون مزرعة الزاتون معنا كده حضرتك أن هي كانت على مدار بقالها مثلا كمس سنوات مزروعة مثلا آه نعم دلو افترضنا عمر الزاتون المجديد يعني آه هو الزاتون بينتج من ثلاث سنين آه يبدأ يبشر هو من خمس سنين تقدر تقول تاخد منه انتاج ويستمر يعني نقصد ان تم زراعة الوزرعة جنب جبل الحلال في توقيت كانت فيه الأوضاع آه صعبة شوية آه يعني نقول بعد ما استقرت احنا لوقت الأوضاع في جبل حل استقر من سنين يعني مش تلسين والأربعة احنا بقى لنا فترة كبيرة آه الشجر هناك عمره يعد ست سنين كمان طيب آه شايف بقى نرجع بقى لقطية الزيتون ويمكن حرك واحد من آه الذين آه خاضوا مجال الزيتون ليه اخترت الزيتون تحديدا عشان يعني اختار يعني اقوله حاجة يعني هو اللي اختارني ولما اختارني لقيته جميل جدا فأنا تمسكتي بيه آه آه البداية كانت بعد آه ما شرفت بالخدم القوات المسلقة وخرقت هي جات كده ان انا دخلت في المصنع في التاء الزيتون شركة مساهمة من الشركة المساهمة دي بدأت آه اعرف الزيتون وادخلت فيه معارض عالمية وكلام ده بدأت شريك في الشركة وادنعرضه من تدب باري الرئيس مجلس دارة الشركة واشتغلنا في الشركة كان كل مجالها في التصدير بدأت اعرف لقيت الزيتون ليه مجال كبير دخلت فيه دورات آه كان معانا فيه مشروع زيتون كانت تبع دي البدايات برضو من حوالي الفين في البداية خالص انا ممكن نقول الفين وتمانية الفين وسبعة يعني في مشروع اسمه زيتون ما توليها الولايات المتحدة كان منحة ده كان بدء من المزارع لغاية التصدير نعم فطبعا ده خلنا نخش في موضوع المزارع فبدأت اقتنع اني لازم يكون ابدأ من الزراعة نعم ومش من التصنيع بس وكان ده اللي خلنا نخد في حتة الزراعة ونبدأ ان يكون عندنا مزرعة عشان يبقى عندك منتجك والااا ما ديت تحب الزتون اكيد جدا اه انا ما كنتش باكله قبل كده ما كنتش باكل الزتون كنتش باكل الزتون او يعني زيتون او باكل زي كده عالي زي اي مصري اللي هي اه اللي هي اه اه يعني عندنا فعلا هي مشكلتنا ثقافة الزتون في مصري نعم هي بدأت في الفترة الاخيرة تعالى مش والله بص اه انا كل عمري اعرف هو زيتون من خلل زيت الزتون يعني طعمه مش عارف ايه اه زمان اتكلم دا بحكولك زمان اه ناس تقولك لا صعب اللي رأى لكن لا زيت الزتون بقى تخش بقى في مجالات اه مش عايز بقى تخش حرك يعني اللي يمكن عشان انا بس عدم التخصص القوي فيها عشان ما تكلمش لا بس عددك المعلومات العامة بس اه يعني لكن الزيت الزتون مفيد في كل الاتجال بأي شكل من اشكال نعم زيت الزتون والزتون نفسه ما كانش ربينا ذكروا في قرآن بالتأكيد اه 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 في العملية الاستثمارية يعني انا بنصح ايهم استثمار يخش في الزتون يخش فيه انا يخش فيه ده الدهب الاخضر الدهب الاخضر ايوة وبقولها ده الدهب الاخضر كزراعة ولا كتصنيع كله يا بشا شكله بالتزراعة والتصنيع الزتون احنا دلوقتي مصر الحمد لله ان احنا وصلنا في انتاج الزتون بقياك رقم واحد عن مسؤول العالم رقم واحد العالم في انتاج زتون المائدة بقى حد التاني بورة احنا كننا بنفس تونس احنا عدين اسبانيا كده اخذنا من الاسبانيا Vision Flake في انتاج زتون المائدة المائدة الان فيه فرق بين زتون المائدة وزيت الزتون وزتون الزيت اللي هو بتحصر بالزيت زيت الزتون هي دي اللي هي لها شوية في مصر حتى في الزراع بتاع زيت الزتون لكن احنا مثلا انتاجنا في الزتون المعدة خدنا ان احنا رقمها العالم طيب في زيت الزتون لا احنا لسه ما جبناش واحد في المية من واحد عشر من الانتاج نقف حضرتك سيادة العميد عند النقطة دي احنا بنستورد على حد علمي زيت الزتون علما باننا رقم واحد في العالم في انتاج الزتون المعدة الخلل هنا فين يعني هالمشكلة ثقافة ولا يعني ما فيش يعني ما عندناش مصانع تقدر تطلع الزتون كويس ولا ما عندناش نوع الزتون اللي هو يتعصر لا احنا عندنا كل حاجة عندنا الارض وعندنا الانواع الشتلات الموجودة ومركز موبا سياتين طلع علينا الشتلات باسم الله ما شاء الله عليها الارض والخبرات عندنا الخبرات تفوق الخبرات العالمية من ناسنا من دكارتنا من الاساسة الموجودة هي عملية ثقافة الثقافة عندنا نعم اما حيت الهاج بتقول ان احنا بنستورد زيت الزتون انا بستورده ايه بستورده معبأ في في ازازة نعم الزتون اللي انت بتستورده دا واتنوه يكون بتاعنا احنا لان انا بصدر زتون بلق نعم تمام اه بتروح اسبانيا مسلا هما بعيدوا تصنيوه او تعبقته ويجينا تاني او رفق اي دولة تاني وميدينا اسبانيا لكن هو مش تجنوه في الاصل ممكن يكون مصر ممكن يكون مصر اه اه او فيه برضو الصناعة الزت فيه عملية تخليط وفيه حاجات تانية كتير اقول احرك على موقف حصل معي انا شخصيا نعم انا جالي اعميل اه عشان اياخذ زتون لا اسبانيا نعم اعمل دوت كان يوناني نعم جالي زيارة ما اكون فيها .. وكان في زتون مئدة أحيز زيتون بحجم بشكل معين بحجم متحدد عشان يعني بصفة معين، اتعابط بورتونات بحجم كذب كذا تم خلاص ما هذا اعبيه لك اطانيا ري光 والن hiring الامارات وليس اخد وازي لو قدم اسبانيا، عشان يحبه عندي وقت ميدي ان اسبانيا لو كتبتوا ميدي ان ايجبط مش هيد باع في الآشان لي باع هنا باع مش هيد باع مش عشان ايجبط مش عشان ايجبط لا عشان اسبانيا هما الناس خلاص اعتقاضا اعتقادا او ثقافة. اذا هنا عندنا برضو اه نقص في التسويق. طيب هولا هراك على حاجة برضو. اه. زيتون الزيت اللي انت هتروح في اي ما في اه في اي سوبر ماركت مثلا لقيته زيتون زيت مقرر. اه ميدي ان اه اسبانيا ميدي ان ايطاليا ميدي ان هتشتريه ولو جنبه زيتون مصر مش تشتريه. حدش عارف عن ايه زيت زيتون مقرر. اه. المقرر ده اكيد مضاف عليه حاجات. لأ المقرر دوت كان زيوت اه ليها يعني كازا حاجة. نقدر نقولها ان هي كانت غير صالحة للسخدام. اه خارجة من اه يعني هي غير صالحة مكنش بدرجة عالية. فبدأ يخش عاملات تكرير عشان يشيلوا منها الحاجات اللي هي اه ضرة او اللي هي مش نفعة. اه فبالتالي بيرجع تاني اه هو بشيل دي بشيل معا الحاجات اه النفعة برضو. زيت زيتون. بس كفاءته كل حاجة قالتنا. الناس بطرفش دي فاكرة انه كلمة مقرر حاجة عالية حاجة اه كويسة. فاهمينها غلط اه. اه الثقافة اللي حالت تكلم تعالى. زيتنا كويس. وعندنا في سينة وليه بنقول برضو سينة. سينة دي هي البقعة المباركة ربنا على. بالزبط. يا دي سينة وفلسطين وجزء من الوردن. اه سينة زيتونها في الزيت من اجود انواع زيتون على مستوى. من اجود انواع الزيتون. اه. زيتون. اه. زيتون الزيت. نعم. الزيوت. انا فاهم. اه. اللي هي جزء بتاعه وخاصة في جزء الشمالي بتاع العريش واله ورفح وكده. ودي كانت المبادرة برضو اللي هما معمولة هناك كانت المهرجان اللي اللي تم هناك. اه بهم شاركة طبعا محافظة المهرجان طبعا مش عمد ممكن نسكر اسامي او لا. لا اسكر اسميل. اي حد بيزرع في سيلة عشان تنبت. لابد ان هو يعني هو هو مقاتل. هو جند مقاتل. لا يقل عن الجند اللي حمل السلاح عشان يواجه العدو. تمام. هو اه هراك يعني المبادرة كنا عايزين نوصل هناك زي بقطعهاك مية وواحد مليون شجرة. نعم. اه كان مهنس محمد درغام. هو من رجال اعمال المستثمر هناك. اه ده كان الرائل الرسمي للمهرجان حتى يعني هو كان الرائلو. اه اه اعز اقول لحضراتك ان 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 المبادرة اللي هم الناس قبائل السينة اللي عايزين يعملوها مية وواحد مليون اه شاتلة. اه هتنتج فيما يصل لحوالي ميتين وخمسين الف طن زيت. ميتين وخمسين الف 250 ألف طن زيت دول مش هزيقول لحضرتك إنهم يتبعوا بلق على مستوى العالم ده موجود أي زيت زتون أي زيت هتتباع إن فيه فجوة كبيرة في الانتاج العالمي في عجزي في العالمي يعني هو كان وصل كان انتاج العالمي من فترة كان اتنين وحاجة من عشرة ستة من عشرة أعتقد دلوقتي حوالي تلاتة أو أربعة من عشرة مليون طن على مستوى العالم نعم ودو ما بيكفيش كل الإحتاجات يعني كل سنة بتيجي آخر سنة ما فيه يعني مهما تنتج من زيوت الزيت من زيوت الزيتون هتبقى موجود وتتباع دول الحركة 250 ألف طن دول اللي لو أنتجتهم لأ طبعا إحنا بننصح أو لتوسط المؤتمر إن كل الزيتون اللي يتعمل في سنة أو فجوز ده يكون زيت عشان نعزز من قيمة الزيتون الزيت عشان زودته وهو كده وهو دي الأرض أغلبها لزيت الزيتون لزيتون الزيت يعني هيدخل دخل قومي للمحافظة وللبلد من اتنين لتلاتة مليار دولار من اتنين لتلاتة مليار دولار مئتين وخمسين ألف سنويا حرك برميل البترول بيتباع بكام من ستين لتلمانين دولار مظهو برميل زيت الزيتون بيتباع بكام مئة وستين لمئة وتمانين لمئة ورسعين أرقام دولار حقيقة يه ده تمانين دولار أو يعني إذا ده الرؤول ده بترول مصر لو تم استثماره جاية اه هو ده معزول حاجة ده ده دههب زيود ده دههب لاغدر بتاعنا. دهب الاغدر اه. طب ليه 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 ما يكونش في مبادرة. وعن فاكرة معلش انا اسف. اه. يعني ان حتة الاستثمارات ديه دي في حالة كمانك بتبيع بلق. الاثنين تلاتة مليار دولار ضرورت ممكن تصنع بهم تخش في تنمية صناعية مهولة لو بدأت تخش بهم منتج تام. نعم. والمنتج التام دوت آآ بتخش بدل اتنين تلاتة بقى مليار يوصلوا لستة وسبعة مليار لانا في زيت فيها تغلفة في كارتين في تعبئة في فلاتر شوف قد ايه وكم عمال اداية تشتغل بيها مزهور مجال تاني كنت اقول لحضرتك ان برضو هيستوع بعدد كبير من الناس جدا احراك الساد الرئيس في الفين وخمساشة لمزار اسبانيا ودخلوه في مزرعة اسبانيا وشاف الزتون وشاف المعاصرة جوه المزرعة هو بادر من هو هناك من قبل ما يوصل مصر ان احنا بالمشروع اللي قاموا ان هو عمله وتبناه ميت مليون شجر الزتون ومن هناك اتصل كان حصل التواصل بحس لم يرجع يكمل على طول وفعلا حصل اكتر من اللقاء مع المجموعة ديت لو مجل الزتون مصري مع وزارة الزراعة مع وزارة الدفاع عشان نبقى يبدأوا قصة اللي هي الميت مليون شجر اللي بقول لحضرتك ووصلت لستين مليون شجر قد دلوقتي حاليا ستين مليون شجر اه 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 انا هسيطانك ااخد مداخلة تلفونية معي والا وهنركع لنستأني في الحوار معي على الهاتف الدكتورة شكرية المركشي ودي مستثمرة تونسية في مصر اهلا بيك ها دكتورة دكتورة شكرية اهلا بحضرتك ها دكتورة اهلا بحضرتك سامعني حضرتك اهلا بحضرتك كويس اهلا بيك شكرا على المداخلة وأشكر حضرتك وأشكر القائمين على هذه القناة أحضرتك دكتورة أسأل الأول حضرتهني الأول بمناسبة عيد الخمسين الخمسين لنصر بيش مصر تمنى لشعب المصري العظيم والحكومة والقوات المسلحة ولجميع المواطنين داخل مصر وخارجها وقتا سعيدا ومستقبلا مشرقا وأسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليهم الأمن والسلام والإزدهار وإحنا كمان بنرحب حضرتك ونقولك أن الانتصار ده انتصار عربي كل الدول العربية كانت كلها في ملحمة واحدة على أرض القناة وإحنا بنتشرب حضرتك طبعا كصديقة وشقيقة عربية دكتورة شكورية حضرتك وأنت تستثمري في مصر لديك نوع من المحاصيل وبتحاول أن أنت توصليه لمصر إيه النوع ده دينا فكر عنه تتكلم على الزراعات الغير تقليدية لمنها الكينوة الكيوة بالنسبة للزراعات الغير تقليدية هي معناها متحملة للظروف القاسية والعوامل الإجاد والتغيرات المناخية فطبعا فيه أنواع كتيرة من هذه الزراعات منهم الكنوة والدخن والشية والسرغم والكسافة والأقلان فيها عدد كتيرة وإحنا نتكلم على الكنوة يعني لهي تعتبر منتج استراتيجي منتج استراتيجي وأتمنى أن يصلت عليها الضوء ليكون يعني منتج استراتيجي مع المنتجات استراتيجية الأربعة اللي عندنا نعم طب أوليليا دكتورة عايزين يتكلم على الكينوة ده الكينوة ده تزرع مساحات أديب مصر بالنسبة للزراعة الكينوة هو يتزرع في وقت الأمش ماشي المساحة المنزرعة تقريبا حوالي قد ايه يعني في حد في الحضراتك بيزرع من كينوة حاجة بسيطة يعني لا تتعدى كلها على بعض 300 فدان 300 فدان طيب الكنوة دي هي بديل للخبز ولا بديل لإيه من الأكل لا هي مكملة للأمش نعم وبديلة ممكن تكون بديلة للأرز عشان بديلة للأرز غذائي يعني نزودوها للدقيق الأمش نعم بمقدار 20% مقدار 20% طيب منتج صحي منتج صحي طيب حضرتك يعني بتست ب الانتاج بتاع حضرتك بيدخل فيه يعني في مصانع مصرية ولا بيتصدر برا لا هنا فيه في بعض المحلات تشتري وتبيع حبوب لكن تشتري بأسعار رخيصة جدا نعم اللي هي أسعار المنتج ويبيعوا بالأسعار اللي يستوردوا بها يعني عشان كده أنا مش أنا أطالب الحكومة أنها تكون منتج استراتيجي في بعض الناس يقولوا أنها غالية جدا لا مش غالية لما تتزرع بمساحات كبيرة نعم تبقى أرخص من الأمش أرخص من الأمش لما تتزرع بمساحات يعني زيادة على خمسة ستة لاس فدان طب هي نفس القيمة الغذائية اللي موجودة في الأمش حضرتك لا أكثر هي مفيهش الكينوة قيمتها الغذائية أعلى من قيمة الأمش بكتير جدا أعلى طيب أنت حضرتك حضرتك حاولت توصلي وجهة نظرك للمسؤولين في داخل دولة آه ده من سنوات عديدة أستير سعيد يعني إحنا عندنا دلوقتي خمستاشر سنة عشر سنين عمل خمستاشر من خمستاشر سنة كان فيه بحث بعد حاض وكل وبقينا من عشر سنين بدينا نزرع فعملنا زراعات عملنا مؤتمرات عملنا كل اللي ينزم عالقوة وسوقنا عشان يبقى المنتج استراتيجي نعم يعني ما فيش حد سمعنا مع الأسف الشديد نعم لكن اللي حز في نفسي أستاذ سعيد هو أن في بعض الناس اللي سمعوا بقصة الكنوة آه ويعني سمعوا بقصة برحلتي في الموضوع ده في العمل أنا والفريق العمل اللي كانوا معايا آه يعني لما شفوها يعني لقوا أنها هي الزراعة اللي هتكون مستقبله هي فعلا هتكون مستقبلة نعم حتى الفاو تقول أن زراعة الكنوة والزراعات الغير التقليدية هي اللي هتكون مستقبل الغذاء مع تغيرات المناخية هل في دولة في العالم بتتخذها سلعة محصول استراتيجي؟ دلوقتي روسيا خدت الموضوع بجدية وعرفت أن الموضوع ده عشان الكنوة حضرتك ما تعرفش تاريخها أنها كانت الغذاء الأوحد في بلاد البيرو نعم وكانوا الجنود في البيرو يكلوها فكانت عندهم طاقة جدا طوية ما كانش حد يقدر يحكم فيهم ولا يتعدى عليهم بالقوة اللي فيهم فلما سمع القصة واحد من الأخوة الروس فوصلها ودلوقتي عمل مصنع كبير لصناعة مخرجات الكنوة وزرع حوالي مئات الملايين من الهكترات حيكون كغذاء الأول للجنود نعم هيعملوا لغذاء لجنوده أنا الكلام ده كله قلته من الأول من سنة 2014 2014 سمعت خطاب لرئيس الجمهورية بيقول أنه هنعمل صحراء وحنعمل زراعات صحراء مع توسعات الزراعية للرقعة الزراعية في مصر ده لو زرعنا الصحراء عشان هي الكنوة تتحمل كل الظروف القاسية للمناخ البرد الشديد والحر الشديد ودلوقتي الحقيقة تغييرات المناخية دلوقتي بتضرب العالم كله في الزراعات والأهم من ذلك أن الكنوة لا يزيد استهلاكها عن ألف متر مجعب لكل الفدان للموسم كله ده ميا الميا بتاعتها؟ مياه لا يزيد عن ذلك فهل من الممكن يعني رئيس الحكومة أنا أنا بناشد رئيس الجمهورية اللي هو صاحب القرار فعلاً نعم أنه ينظر الكنوة على أساس أنها المنتج الأستراتيجي رقم خمسة كما ذكر لكن يكون يتنفذ أن الكنوة تبقى منتشرة في البلد نعم وهو ده هدفي وأنا مش عايزة الكنوة أني نشتغل فيها أنا فقط لا أنا عايزة الكنوة تبقى المنتج الشعبي المنتج للجنود المنتج للشعب المصري للغذاء المستقبل للغذاء الأجيال المستقبلة وأنا يا دكتورة الحقيقة بضم صوتي لصوت حضرتك طبعاً وأتمنى يعني للأسف احنا بنسكل على السيد الرئيس فإن كل ما طالبنا بتكون موجهة للسيد الرئيس وكنت أتمنى إن احنا نوجه ده لوزير الزراعة يعني لرئيس وزراء لكل من يعنيه الأمر لكن طبعاً أضم صوت صوت حضرتك وأنا بشكرك طبعاً شكراً جزيراً وأتمنى أن تدخل الكنوة ضمن المحاصيل الاستراتيجية لتدري داخلاً على الدخل القومي شكراً جزيلاً يا أستاذ سعيد فيه كلمة تانية عايزة أقولها اتفضل يا أستاذ جفافية نعم احنا دلوقتي داخلين سعاد جفاف فلازم نفكر في الموضوع ده نعم شكراً جزيلاً يا دكتورة ورسالة حضرتك وصلت ألف شكر لحضرتك شكراً جزيلاً يعني الحقيقة يمكن المداخلة دي أثرت فيها تأثير كبير جداً سيادة العميد وإحنا نتكلم على المحاصيل اللي هي بتتحمل درجة الملوحة بمناسبتها الزتون نعم عشان كده برضو يعني نفس الكلام منتماش معا بس أنا بقولها بقى من ناحية الزتون نعم يعني فعلاً الزتون بيتحمل حاجات كتير بس هي شجرة تدية تديةك بالتأكيد آه هي تحفظ على نفسها وتعيش آآ وتعيش آآ أهملتها تعيش قولي حضرتك براتي ايه المواصفات الأرض نعم كل حاجة والمناخ اللي تزيرح فيه الزتون هو كل مناخ كل أرض يعني في كل مطاقة في مصر بمناخها بيتزيرح نوع معا مزتون وبالطريقة معانا وبإنتاجها معانا حسب الممطقة يعني مثلاً زي ما بقولها حالك كده مثلاً معلش هتلينا ميل شوية لسينة آآ لأ كلنا ميلين سينة عشان الوقت الحالي والأمور وكلام ده والناس اللي هي ضحت بالدباءها وشهادة بتوعنا نحس ان احنا مخدناس سينة ورقناها بالضبط نحس ان سينة دي رجعت وبعت هي الدرع الحاملين برضو بان احنا ايه نعمار بالضبط مش ان احنا نسيب امن قومي مش ان انا اسيبها لا امن قومي ان انا اسكن فيها التنمية بالتنمية نعم ونمشي بالتنمية المستدامة مش بأي تنمية يعني الحفاظ على سينة لا يأتي بالسلاح فقط ولكن يأتي بالتنمية يعني دلوقتي هي حراكة الحرب اللي بتتحربها مش بالسلاح نعم دلوقتي بتحرب حرب اقتصادي في اقتصادك بالتأكيد في الحرب الحرب هي دلوقتي مش ما بقيتش هي واحد قدامي قدر اعرفه فين هو قدر اضربه مضرور واقدر كده لا بقت الحرب فيها شيء من الدخلها شيء من الخصة شوية وعاجات كتير بتأكيد اضربك من تحت الان تحت في اقتصادك في مشاريعك في الحاجات دي هو دلوقتي الحرب الاسية اللي احنا لازم انتصر عليه ولازم نعمل طب من واقع التجربة يا دكتور لو دلوقتي واحد بسيط مستثمر مش مستثمر مزارع بسيط وعايز يزرع زتون من بداية المحصول حتى التبشير بالاسمار يتكلف كام او ايه المراحل اللي هي العمورية حسب انت هتاخد ارض بقت استصلحة من جديد هتسقي بنظام اللي هو التنرئي والتنرئي واللي هو الراي الحديث نعم الوعدة ده الفدان يعني هخشب تلاتين الف ممكن اول تلات سنين كده اول تلات سنين تلاتين اه يعني تلاتين عشرين كده في اول تلات سنين اه اول سنة تلاتين في عشرين وكذا لغات ما يديك انت جاي نعم انت طبعا في الفترة الاولى من 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 زراعتك طبعا في خور بقى للكتام نكير بس في فترة اولى اول تلات سنين تقدر تزرع حاجة اسمها محاصيل باينية من الشجر تستفيد بيه اه يعني بين الشجر تزرع حاجات في اول تلات سنين اه يعني برسيم حجازي مثلا اوليه في حاجات معينة يعني انا فيه مش مش لازم اه يعني فيه اصناف معينة تتزرع بين الشجر اللي انت هتاخد على نفس خط المية اللي انت ماشي بيه عشان تقدر تساعدك في اول تلات سنين بزبط مفيش انتاج ما انت بتاخدش فلوس بزبط فلما توقفيه بشاير الموضوع ده مستمر معك تلات سنين في السنة الرابعة تبدأ تقلل لان هتبدأ في السنة الخامسة هتديك انتاج مزبوط وانت في اول تلات سنين بتربي الشجرة وبتزبطها عشان وضع معين فهي هتديك انتاج المتوسط انتاج الفدان في الوضع الطبيعي الازلطوني المائدة ممكن نبقى من الطبيعي يعني في وقت الخمسة اطن بالزراعة الحالس خمسة اطن خمسة اطن اه لكن انت لو هتزرع مكسف الزيوت وكلام ده ممكن توصل لأكتر من كده بكتير اه لان عدد الشجر هيزيد اه يعني هتعدل عشرة اطن ان شاء الله في اللي هو الزيتون المكسف وعلي كسافة الاطنان دلوقتي مثلا الكيلو بيدي اه يعني اولك ايه زيتون خم كلا بس عشان توديه رميل والطلع بره اه لما قولنا افي حدول اثنين دولار اثنين دولار اثنين دولار ده اللي هو الزيتون الإدماذ اللي بتاكل عادي اهisy الزيت وصل لتمانية دولار تمانية دولار اه الزيت مش الزيتون ايه انا فاهيم الزيت الزيتون اه اللي هو بعد العصر والحاجات دي العصر برضو اشتب حراك عارف ان كل مثلا طن زتون مش هيطلع لي طن زيت هكيد مش هيطلع طن زيت يعني من عندك من 120 لغاية 180 190 ده متوسط كيلو الطن زتون خام يطلع متوسط متوسط استخلاص 16 فيه 12 وفيه 22% حسب المنطقة وحسب نوع الزتون نعم فهنخلينا في الوسط نقول مثلا 16% فكل طن هيديك 160 كيلو مصبوط انت بقى ساعتها شوف بقى كل فدان على حسب زراعتك ليه والوضع اللي انت زراع طب اللي هو الجزء اللي هو التاب مع عصر ده اللي هو 16 ده انت برضو ممكن الاستفادة من المخلفات مش مخلفات يسمع عدد تضييب برقى وناخد الباقي كده اولا لو قلنا 20% مجازا فتفضل عندك 8% خرج 8% دول فيه جزء كبير منه 100 والاكبر مية وجزء ايه للتفلة التفلة دي اللي هي العصر بما هو الالياف بتاعة الزتونة والخشب اللي جوه نعم ان الزتونة بتتعاصر كلها على بعض بلحمتها بالبزرة اللي جواها نفسها كمان نعم البزرة لان النقاية اللي تحت لان جوه النقاية دي في برضو جزء كل الزتونة سليمة بتخش بتتعاصر كاملة كاملة اللي بره ده بتطلع زيت والنقاية الصغيرة اللي جوا دي اللي حد تتكلم عنه ده حارف النقاية اللي جوا لما بنكسرها مش في جوا زي جنينة ده برضو بيطلع تمام فبتعاصر كله بيطلع زيت بيطلع من التفلة دي ممكن تخش في صناعات كتير منها تأمل منها فحم مقعبات فحم نعم وبتعام بيبقى فحم كويس جدا فحم صديق البيئة اه وفي نسبة ولو بسيطة جدا من الزيت بس زيت زتون نعم بيخش في الأعلاف النسبة منه بتخش في الأعلاف صناعات أعلاف ايه بقى الماشية ولا أعلاف اه علاف الماشية اه جزء تاني ممكن بيخش في الكمبوست في تسميد الأرض نعم انك تقدر الواسي ماذا العضوي اه مش يعني مش اللي هو العضوي اللي هو الورجانيك يعني اه هتخش بعد كده في جزء تاني منه تقدر تستخدمه يعني غير الفحم بيستخدم هي التفلة نفسها كوقود اه كان مصانع الحديد والسول بتاخدها في فترة الأزمات تحت الوقود اه اه كده كانت كده خلتنا عندنا المصنع كميات كده استخدمتها لطول ايه وباشن نعم اه الماء نفسها لنسبة الماء دي ممكن كان آخر توصية في او كلام في المهرجان الأخير المهرجان ده كان فيه نخبة كبيرة زي ما قلت حقك كده من اساس الجامعة لاننا نفتخر انهم موجودين في مصر اللي فيه في مصر فيها نازة كده والله المستوى العالمي امتهالي مفيش زيهم نعم اه ان الماء دي نفسها ممكن استفادة منها هي الماء الخضري ده طول عمره بنعدمه بنخلص منه لا قالك ممكن يخش تاني في التسليل الماء الخضري اللي هي ايه بقى الماء الخضري اللي هو المقصول بكلمة ماء الخضري اللي هو بعد العصر الزتون بتطلع الماء اه جزء الزتون دي فيها جزء كبير مية مصبوح جزء زيت فالمية بتاخدها بتطلعها للخصصات وانت اسناء اه دي تستطيع في ايه بقى المية كان اللي بتتريمي وهي الغات دلوقتي بتريمي شو لك بتستخدم مقدرش اقول لك بتستخدم لانهي الغات دلوقتي يعني بتتريمي بس اكيد فيه الدراسات وابحاث المعاجد ماذا اللي احنا بنقول بقى دلوقتي اللي هم بادوا يكلموا عنه بقى ايه عادة تدووبش بس عادة تدووب نحن نستخدمها في التسميد نفسه كمان اه وتروي بياه الدكتور عبدالعزيز الطويل كاحد خبراء الزتون اه كان ليه بقى ابحاث في اه في عادة تدوير الزتون يا حيان هو دكتور عبدالعزيز الطويل اه يعني من الناس اللي انا تشرفت اه بلقائهم في المهرجان دوت وكان اول لقاء لي اه بي وساعدت جدا ان انا تحرفت بيه وكان مشرف في المهرجان وليه ابحاث كتير اه كل اه هو رئيس قسم الزتون في المهرجان البساتين انا اعتقد فهو طبعا اه قامة وعلم وراجل يعني خليني هيك يا دكتور اه انا فيه بس انا اسف اه اه انت فيه جزئة بتاعي تكلمينها اللي هي بتاعت اله برضو في سيناء انا عايزين سيناء مؤهلة انها تكون اه مدينة الزتون العالمية او واحدة على المصالة العالم لو قدرنا نوسط يتكمل اللي هم مطلوب واهالي سيناء عايزين يزرع هم بمجهودهم بدون تدخل الدولة هو بس قالك الدين الارض وهم هيعملوا يعني يشبه يقننوا الدنيا وهم هيزرعوا اللي هم تس مية وواحد مليون شجر الزتون اللي هي هتنقل سيناء انه تبقى المدينة رقم واحد على انتاج الزتون على المصالة العالم وهتبقى هي المدينة الاولى او تبقى خادت على الخريطة العالمية وضع التاني خالص بالتأكيد ونقلت سيناء نفسها يعني لو خادنا نقولنا سيناء هي مصر كلها هتبقى معها طبعا اللي هو الدخل اللي هتدخله اه بالعملة الصعبة انا كنت نسأل حضرتك على الحتة دي بقى اللي هي كم في المية بيساهم الزتون تقريبا اه في الدخل القوم للبلغ والله اه دي على الوضع الحال يعني دي بالله واشنا طورناه هو في الوضع الحال انا مدرش معلش ممكن مكونش معندي الرقم دقيق في الحتة دي يعني بتقريب لكن هي انا انا اخدها على مدر على الوضع الاستثماري هي ايه تعمل بالنسبة كبيرة جدا احنا مثلا لو قلنا من لان لسه موصلناش للمعدلات الكبيرة فلو حضرتك بعملها حسابية بس كده لو قلنا اه متين الف طن لو هنصدرهم من الزتون اللي الطن في حدود لو قلنا اتن دولار اتن دولار كيلو يبقى عندك ايه اه الطن بألفين نعم صح كده فشو بقى الالفين في متين الف هيدي كم مليون دولار هيشو بقى كم مليون جنيه ده يبقى لو احنا عزيزنا من قيم طبقه وزرعنا زتون الزيت ده كل ده بدون اي اضافات يعني ده بقى اي تكلفة دفئية قولها دكتور المساحات اللي ساسعة في ارض مصر الصحراوية واللي هي ممكن تكون يعني تتحمل اللي هي في درجات الحرارة والزتون من المحاصيل الاساسية نقدر نقول ان هي امتى ممكن نحقق اكتفاء ذاتي من الزتون ولا دي صعبا صعب ان احنا نقول كلمة اكتفاء ذاتي دي اه لا حتة اكتفاء ذاتي احنا منصدر تصدر زتون مش موضوع اكتفاء هو الزيت الزيت احنا مننتك زيده منصدره بس مش بنحقق لانه هو اصلا قليل لكن امتى نحقق نفتح المجال الاستثمار لاستصلاح الزراعي احنا عندنا كم من الاراضي وكلها صالحة والدولة شغالة يعني دلتك جديدة دي بسم الله وازاتول مش محتاجك جمان مية كتير ولا بص يعني مش محتاج ما كتير وزي ما قلت حك يا شجرة تخدمها هتديك الشجرة دي تحس ان في روح بينها وبينك كده انك انت احملتها هي بتحافظ على نفسها ممكن تعيش كزا سنة اقل حاجة بس مش هتديك هي بتقولك انا خلاص انت ما ديتنيش انا هعدي نفسي وعيش هتبدأ تدي للشجرة دي وتخدمها وتديها هتديك بقى انتاج وتمشي معك لكن مش زائيش فاكهة تانية وهي اصناف تانية اللي هي الشجرة ممكن مع سنة او حاجة تموت لا هي بتتحمل وتعيش وتانها فترة طويلة يعني تكمل معنا شجرة معمرة هي وهي معمرة طبعا اه ده ممكن تعيش اه والله انا في سينة انا سمعت ان في سينة اه اتحكى بس مش هتناش كنا عايزين نروح نزورها في المهرجان ان الشجرة هناك بقوله امرأة فوق لخمسمائة سنة خمسمائة سنة اه اتقال لا انا مش فتاش في فلسطين شجرة بالاعمار دي انا لما رزورت تونس اه وجزائر في الجزائر انا شفت كم من الاشجار الاعمار بتاعتها من مية وخمسين واقتر مية وخمسين كان وزارعينها الفرنسيين اسناء الاحتلال في تونس في الجزائر والشجر موجود هو الشجر انت بيتقلم بشكل معين بحيس انك انت شجر ما بتكبرش بسبباش تكبر اه جزء الشجر واصل لحجم كبير جدا من القطر لكن في الاخر الشجرة في منسوب انك تقدر تجمع بالتأكيد طبعا اه انا مش عارف الوقت يجري بصراحة مع حضرتك بشكل كبير لا لا الله دعا وانا يعني سعيد جدا جدا طبعا بان انا دانا 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 تجمع بين انضباط القوات المسلحة وانا يعني نجاح كمستثمر في مجال الزراعة تحديدا الله يخليك شكرا جزيلا العفو اه بشكر حضراتكم وان شاء الله نلتقي انا اولا بضم صوتي لصوت اه يعني كل واحد بيحاول ان هو يزرع شجرة مصر يا جماعة الزراعة هي عصب الام القومي للبلاد وهي اللي ممكن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي داخل مصر وما نحتاجش حاجة ونبقى دولة من الدول المصدرة كمان للحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية وقفت مع مصر موقف كويس جدا في ازمة كورونا ان احنا صدرنا بخمسة مليار دولار اثناء ازمة كورونا وقت ما العالم كله ما كانش بينتج ارجوكم اهتموا بالزراعة جدا وحققوا طموحات الرئيس والشعب والقاكم على خير ان شاء الله طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير